بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة فعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي على القناة النهار ده هنتكلم عن واحد جديد بيطلق عليه ملك التوقعات نظرا لتوقعات الكتيرة اللي قالها قبل كده وحصلت وهو عرف مصري اسمه محمد صبحي وطبعا ده شخصية مختلفة تماما عن محمد صبحي الفنان المصري المشهور بس حبي توضح عشان الناس ما تحسبش ان محمد صبحي الفنان بيقول توقعات ده واحد تاني خالص اسمه محمد صبحي يعني الاثنين بيشتركوا في الاسم فقط الراجل ده تلاع معروف جدا في مصر وفي غير مصر لكن الحقيقة لم كنتش عارفاه واول ما دورت عن الناس اللي بتعمل توقعات غير مايك فغالي ومشال حقيقة وليل عبداللطيف عشان ننوع شوية في القناة لقيته فالحقيقة حبيت ان انا اطرح توقعاته والناس تتابعه وتشوف هل فعلا الراجل ده بتكلم مظبوط ولا بتكلم اي حاجة وخلاص عشان نسبة الكلام ده لازم نقول التوقعات اللي قالها قبل كده وحصلت علشان لما نيجي نسمى توقعاته الجديدة يبقى بنين في دماغنا الراجل ده توقعاته بتحصل كم في المية يعني زي ليل عبداللطيف مثلا بتقول ان توقعاتها بتحصل من حوالي 85-90% وفي توقعات طبعا بتخطئ فيها ده على حسب كلامها شخصيا محمد صبحي العراف المصري قال توقعات كتيرة وحصلت منها السنة اللي فاتت 2020 من ضمن التوقعات اللي قالها ان فيه خبر حزين او ان يحل شهر رمضان المبارك على المسلمين بالحزن كلام ده في 2020 وده حصل بسبب غلق دور العبادة ومنع العمرة والحج والصلة في المسجد الحرام طبعا بسبب فيروس كورونا كما توقع انتقضى بالطبيعة في قرية اسيا مخلفة الحرائق وده شفناه بالفعل في حرائق لبنان وسوريا واسرائيل ومن توقعاته ان يفشل مصطفى قديب اللي كان مسك لبنان لفترة في تشكيل الحكومة وان يعود سعد الحريري لرئاسة الحكومة مرة اخرى وده طبعا حصل وشفناه هو الحقيقة لسه سعد الحريري ما شكلش الحكومة لكن رجع لحد المارس مين في لبنان ومن توقعاته وفات حاكم عربي وتوفى امير الكويت السنة اللي فاتت ولم تتوقف توقعات محمد صبحي عند هذا فحذ بل توقع ان تقوم اقصر من دولة عربية بالتطبيع مع اسرائيل وده حصل بالفعل عن طريق تطبيع الامارات في الاول البحرين وبعدها السودان وتوقع اكتشاف اسري وبترولي في مصر وده فعلا حصل اكتشفنا بترول في البحر واكتشاف اسري عن طريق اختشاف مجبرة اسرية عند الهرم ومن توقعاته السنة دي عودت العلاقات مع قطر بقيادة الكويت ولم الشمل مع السعودية وده فعلا شفناه في بداية السنة صعود اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي وفعلا حصل الايام دي شفناه في العراق اخر مرة وشفناه في كذا دولة وفي امريكا في جوالات كتيرة بيعمل عبدالفتاح السيسي في كذا دولة في العالم منها عربي ومنها دولي فالموضوع هو شغال حاليا سياسيا وفي نفس الوقت اسمعنا عن كذا انجاز حصل في مصر ومن توقعاته خروج شخصيات من ديانتهم وان يثيره ضجة كبيرة وهذا حدث يفناه في اكتر من واحد وتوقع ان يكون اسم الفنان محمد رمضان محور اهتمام السوشيال ميديا والرأي العام وده بيحصل والناس متابعة الموضوع وشايفها محمد رمضان كل شوية بترند او بخبر عن الطيار او عن وقعته او عن كذا ومش السنة دي كمان قال ان هو متوقع حاجات كتير ومنها حصلت فيه توقع عن تكون الهدنة بين فلسطين واسرائيل بوساطة عربية وده اللي حصل لما اتدخلت مصر وقطر لوقف اطلاق النار وتوقع ايضا تقارب بين مصر وتركيا وده بيحصل دلوقتي وبيأكد محمد صبحي ان كل هذه التوقعات موسقة لديه منها ما اكدها عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ولي صفحة كبيرة جدا على الفيسبوك وده اللي شغال عليها اما اعتقد وذلك قبل حدوثها طيب قدنا عرفنا الراجل وعرفنا ايه التوقعات اللي قالها وحصلت بالفعل عايزين نشوف توقعاته اللي كان قيلة من حوالي اربع تيام واللي متوقع انها تحصل قام خبير الابراج محمد صبحي برصد اغلب توقعات العام الجاري 2021 من واقع خبرته وعلمه فقام محمد صبحي بنشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال ان تلك هي توقعات العرف للفترة القادمة دوليا اولا وفاة اتنين من الحكام حاكم عربي وحاكم اجنبي تمام زلزال هيضرب دولة اسيوية ولكن محددش حالة دولة دي هتكون عربية ولا لأ ان في دولة عربية كتيرة موجودة في قرية اسيا حرائق تشتعل بخسائر في غابات افريقيا وخلافات في قصر الحكم في دولة عربية يا ترى هيكون فين اعتقد في السعودية صراع الامراء وسقوط اقتصادي مروع لدولة بترولية وده احتمال في قطر لبنان تبحث عن حاكم معنى كده ان يمشال عون هيتشال فلسطين يتولى حكمها حاكم جديد وده توقع اكتر من حد ان محمود عباس كده خلاص اخر السنة دي السعودية في عهد جديد من الواضح ان محمد بن سلمان هو اللي هيتولى الحكم رسميا وفاة في الوسط الفني متوقعة ووفاة غير متوقعة اخدوا بالكم من الكلام تاني وفاة في الوسط الفني متوقعة ووفاة غير متوقعة والعالم العربي بيودع مطرب عملاق دي كانت ابرز تصريحات العرف للملك التوقعات وبرضو من توقعاته بالنسبة لمصر والسد النهضة الموضوع ده شغل المصريين كتير جدا وبتكلموا عليه الحقيقة اضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة المحور ان فيه توقعات بوقوع كشف اثر ضخم جدا وجديد هيخلي مصر محتى انظار العالم بالاضافة لاكتشاف حقل بترولي جديد اما عن توقعات خبير الابراج لسد النهضة قالت ان الامور هتذهب حيث تريد مصر والرئيس السيسي ستكون له الكلمة العليا وبداية انتهاء كورونا بشكل كبير بجهود الحكومة المصرية دي حاجات يعني ايجابية وكويسة عشان سد النهضة شغل الناس ففي الاخر بول الكلمة هتبقى كلمة السيسي والموضوع هينتهي الناس ما تقلقش واشار ان البورصة المصرية على موعد مع مكاسب ونجاحات كبيرة بتساعد الكثير من رجال الاعمال واضاف محمد صبحي ان على الرغم من الافلاك بتصب في مصلحة مصر لكن للأسف هنشوف ايد الغدر تصيب مصر لكن ينجح الامن المصري في القاء القبض على صيد سمين وده برضو توقع وراء تحتي خطوط كتيرة تطرى هيقبض على مين المرة دي اما عن توقعاته بالنسبة الوسط الفني قال ان هناك حالة تسيطر على الوسط من الحزن والدموع بوفاة تحزن الجميع في الوسط الفني وطلاق صنائي فني شهير نتمنى في موضوع الوفاة يعني انا بالنسبة لي اتمنى من اسمعش خبر دليل عبدالعزيز عشان خاطر حتى بناتها حرام من هم يفقد ابوهم واموهم في سنة واحدة يعني اتمنى في موضوع الوفاة ده اما طلاق صنائي فني شهير عادي يعني مش اشكال دي كانت توقعات محمد صبحي ملك التوقعات حابة اعرف رأيكم عن الموضوع وتتوقعوا بالنسبة للحاكم الاجنبي والحاكم المصري توقعات الدولية انا قلتها لكم دي كانت اعتقادات انا هو مش بيقول كده هو قال وفاة اتنين من الحكام حاكم عربي وحاكم اجنبي زلزال يضرب دولة الساوية حرائق تشتعل بخسائر في غبات افريقية خلافات في قصر الحكم في دولة عربية صراع الامراء وسقوط اقتصادي مروع لدولة بترولية لبنان تبحث عن حاكم فلسطين يتولى حكمها حاكم جديد السعودية في عهد جديد وفاة في الوسط الفني متوقعة ووفاة غير متوقعة والعالم العربي يودع مطرب عملاق دي كانت توقعاته انا قلت تعاليكي انا اثناء هذه التوقعات ياريت انتو كمان تقولوا تعاليقكم في اسفل الفيديو في الكومنتات توقعوا يكون يقصد بمين شكرا تستنوني الفيديوهات اكثر على قناة مسائل الاخبار ولو عايزين نتابع هذا الرجل قلولي برضو في الكومنتات لو عايزين تعرف توقعات اخرى لي قلولي وانا هبحث لكم ممكن اشوف لكم كمان توقعات عن الابراك لو انتو عايزين قلولي كل ده عن طريق التعليقات لان دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتخليني اتواصل معاكم شكرا اشتركوا في فيديو جديد وخبر جديد على قناة مسائل اخبار لا تنسوش تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات لو انتو لسه جداد معنا عشان تتابعوا معنا كل الفيديوهات اللي بتنزل وايضا تعملوا شير و لايك لو عجبكم الفيديو عشان يوصل لناس كتير مهتمة بهذه النوعية من الفيديوهات اشتركوا بخير ان شاء الله